أنا عارف يا أسيس نزار مرة واحد جاء يكلمني من الناس الملحدين وكان الحقيقة عنيف شوية قال لي أنا عارف أنت مين أنت ناجي اسكندر أنت بتؤمن بالخليقة أنا مش أسلم عليك ده كانت بداية تعرفه بي قلت له شكرا قلت له أنت لو مش بتؤمن بالخليقة عليك أنك تؤمن أنه في البدء لم يكن هناك شيء وهذا اللي شيء انفجر وعمل كل شيء ده لا علمي ولا منطقي أنا عندي بداية أحسن بقى في البدء خلق الله السماوات والأرض البدء هو الزمن الله مصدر القوة والطاقة والحياة السماوات والأرض هي المادة والفضاء فالكتاب المقدس في الأصحاح الأول من سفر التكوين في العدد الأول بيعطينا بداية أكثر منطقية من بداية الصدفة والزمن وقوانين الطبيعة في الصورة اللي قدامنا دلوقتي على الشاشة بنشوف بعد الأرض عن الشمس لو قربنا قوي من الشمس هنتحرق لو بعدنا هنبرد جدا والحياة ما تنفعش هل ده كله ممكن يحصل بالصدفة؟ هل ده كله ممكن يحصل أنه بالصدفة كده الأرض بالدور حقلين الشمس في المسافة المزبوطة وبالمسار المزبوط ده طبعا مستحيل أنه مستحيل كمان يكون صدفي أو عشوائي خالص خالص وهم كل اللي عندهم في ديانة الإلحاد المادة هي كل شيء الصدفة والزمن وقوانين الطبيعة ده كل ممكن أسألك ليه بتسميها ديانة الإلحاد؟ لأنها ديانة لأنها معتقد ما هو مبني على أي نوع من العلم هو اختيار شخصي هي فلسفة هي واحد بيشوف الدنيا بمنظار أنه ما فيش الله وبيحاول يفسر الظواهر الطبيعية الكتير اللي حوالينا من غير وجود الله فبالتالي بنقع في مشاكل علمية ضخمة جدا لتفسير الحياة لأن الحياة بتنشأ من حياة الحياة ما بتجيش من تفاعلات كيموية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر